أسهل طريقة لنقل بياناتك من الآيفون القديم للآيفون الجديد خلنا علمك الطريقة أول ما تشغل الآيفون الجديد حطه جم جهازك القديم شغل جهازك القديم خلهم جم بعض مثل مواضح قدامك يطلع لك تنبيه تختار متابعة يقرأ بصمة الوجه عندك بعدها تقرأ الكود اللي طالع لك مثل كذا الآن بتبدأ عملية إعداد اللغة وتجهيز الجهاز الجديد عشان ينقل البيانات من هنا لن هنا بيطلع لك هنا يقول لك إعداد الجهاز لي بعدين يقول لك دخل الرقم السري حقك اللي هو الرقم السري حق الآيفون هذا دخل الرقم السري وتنتظر شوي الآن بيبدأ تنشيط الجهاز الجديد بيطلع لك بعض الشغلات وافق عليها البيانات الخصوصية وكذا وافق هنا بيقول لك بصمة الوجه بعدين أنا بخليها بعدين بعدها بتطلع لك هذه الصفحة اللي يقول لك تنزيل من آي كلاود ونقل من الآيفون مباشرة تختار نقل من الآيفون مباشرة بيخلي الجهازين جم بعض ويبدأ عملية النقل بعدين يقول لك وافق على الشروط تسوي موافقة وخلاص رح يبدأ عملية النقل بالبينات طبعا بعدها بيطلع لك وش الشغلات اللي يبين قلها منجرد ما تسوي متابعة رح يقول لك مثلا اني رح اضيف بطاقاتك اللي موجودة في الأبل باي عندك مباشرة تضيفها وخلاص تكمل طبعا بيطلع لك بعض الشغلات اللي تعلمك على شغلات موجودة عندك كيف تستخدمها التحكم في الكاميرا وغيرها تسوي متابعة بس الآن بتبدأ عملية نقل للبينات طبعا يفضل انك تشبك الجهازين على الشاحن وقت عملية النقل طبعا للمعلومية هذه الطريقة تنقل كل بيناتك من الآيفون القديم للجديد حتى محادثات الواتساب رح تنتقل معاك حرفيا وممكن احيانا يقول لك لازم تحدث الآيفون الجديد فكريل عليك انك تشغل الجهاز كجهاز جديد من دولة تنقل لبينات ولا شيء وتسوي تحديث بعدين تفرمي الجهاز الجديد وبعدين تبدأ عملية النقل بس ترى هذه طريقة نقل كل بيناتك من الآيفون القديم للجديد